بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية استوقفتني حقيقة عن الظلال الحقيقة كلمة الظلال أيها الأحبة وردت ست مرات في القرآن في ست آيات حتى الآن العلم لا يميز الظلال عن غيرها يعتبرها كنتيجة لوجود حاجز أمام الضوء ولكن القرآن يعطينا معلومة أخرى أن هذه الظلال لها أهمية يعني مثال أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها والظلالهم بالغدو والآصل إذن هذا الظل مأمور بالسجود طيب نحن نعلم أن الظل عبارة عن لا شيء ليس له وجود في علم الفيزياء ولكن علماء الفيزياء حقيقة لم يدركوا الحقيقة الكاملة يعني مثال موضوع الروح العلم الحديث عندما تسأل عن الروح يقول لك هذا شيء غير موجود لا يعترفون به مع العلم أننا نرى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش من دون روح لأنه بمجرد نزع الروح يموت الإنسان ويتحول إلى لا شيء طيب كيف تقولون لا توجد روح وبنفس الوقت تقولون أن هذا الإنسان لديه مليارات الخلايا في دماغه كلها تعمل بنظام فائق الدقة من الذي يشرف على عمل هذه الخلايا؟ من الذي ينسق العمليات الداخلية في الجسم؟ من الذي ينسق عملية الإبداع التي يقوم بها الإنسان؟ أو الإختراعات؟ أو العاطفة الحب الرحمة مثلا ما الذي ينظمها؟ إذن أيها الأحبة ينبغي أن نميز أو نفرق بين شيئين؟ العلم التجريب شيء وعلوم القرآن شيء آخر القرآن يعطيك الحقيقة الكاملة لأنه منزل من قبل من خلق هذا الكون فالذي خلق هذا الظل هو أعلم به هنا أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية العظيمة وفي آية ثانية أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَاءِ لِسُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ أنا بالنسبة لي كإنسان متأمل لهذه الآيات أستطيع أن أقول أيها الأحبة إن هذا الظل الذي ينتج نحن نعتبره كنتيجة لوجود ضوء الشمس مثلاً أو أي مصدر آخر للضوء هذا الظل مأمور بالسجود ما معنى ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول قبل ذلك وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يعني هناك في السماوات والأرض هناك كائنات تسجد لله أيضاً طوعاً وكرهاً يعني بإرادتها أو بغير إرادتها مجبرة على ذلك طيب ما معنى طوعاً وكرهاً؟ طوعاً الإنسان يسجد طوعاً والدليل على أنه يسجد طوعاً وجود الملحدين المستكبرين الذين يرفضون السجود لله إبليس كان بإمكانه أن يسجد طوعاً لله عز وجل ولكنه رفض وبالتالي بما أن الله أعطاه حرية القبول أو الرفض فإذن هذا السجود طوعي الشمس لا تستطيع أن تخالف أمر ربها القمر لا يستطيع أن يغير مساره مثلاً الشمس لا تستطيع أن تغير شدة إضاءتها لا تستطيع أن تتحكم هي مبرمجة ومسخرة ومجبرة على الالتزام بأمر الله ما معنى السجود أيها الأحبة؟ السجود بشكل عام هو التزام بأمر الله كل الكائنات في الكون أو معظم الكائنات تلتزم بأمر الله النجوم تسجد لله والنجم والشجر يسجدان طب الشجرة تسجد لله كيف سجود الشجرة؟ يعني لا يوجد شجرة مثلاً تقول أنا هذا العام لن أعطي ثماراً سأعطي شيء آخر لا يوجد شجرة تعترض على إعطاء الثمار هي تعطي المؤمن والملحد والكافر وحتى الذي يعذبها أو يحرقها تعطيه إذا بقي فيها الشيء صالح إذن هذه الكائنات مأمورة بالسجود أي الالتزام بأمر الله مجبرة على ذلك أنت أيها الإنسان كرمك الله أنه أعطاك حرية الأمانة وترك لك حرية الاختيار وقال لك إن الله يريدك أن تسجد أو تلتزم بأوامره طوعاً لأن الله لا يريد أن يكرهك على الإيمان أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين هنا أيها الأحبة نستطيع أن نقول إن الظل الظل الذي نراه هو مخلوق بناء على هذه الآية الكريمة والضوء بمفرده غير كافي لإنتاج الظل هناك ظواهر لم يستطع العلماء كشفها حتى الآن يعني علم الفيزياء أيها الأحبة لم يستطع كشف كل شيء حتى الضوء لازال مجهولاً يعني هذا الضوء لازال حتى الآن مجهولاً بالنسبة للعلماء لا يعلمون كيف يقوم بعمله حتى منذ بداية الكون كيف تجمعت هذه الفوتونات وتقوم بعملها وتعمل كموجات هي فوتونات ضوئية يسمونها هكذا دفقات من الطاقة أو كميات من الطاقة صغيرة جداً جداً ولكن تسلك سلوك الأمواج لها لهذا الضوء تعلمون له تردد وله طول موجة إذن ما الذي يجعل الضوء يفعل هذا؟ طيب هذا الضوء إذن مجبر على السجود لاحظوا أيها الأحبة الضوء يسير بسرعة تقرب من ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية هذه سرعة الضوء في الفراغ هذا الضوء لا يستطيع أن يغير سرعته لا يستطيع أن يقول إنني سأختفي اليوم عن هؤلاء القوم وأظهر عند قوم آخرين أو إنني سأذهب خارج الأرض لا هذا الضوء الذي يأتينا من الشمس أو يأتينا من القمر أو حتى عبر أي مصدر ضوئي هو مأمور أن يلتزم بأمر الله مثل الشمس فأراد القرآن أن يلفت انتباهنا إلى أن نتيجة هذا الضوء وهو الظل يسجد لله أن يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى وبالتالي كل هذا لماذا؟ خلقه الله ليقول لك أيها الإنسان إنك مكرم وإن هذا الضوء وهذا الظل مسخر لك نحن من دون ضوء لا نستطيع العيش أيها الأحبة لا نستطيع التعامل لا نستطيع أن نحيا حياة هادئة أو آمنة أو سعيدة الضوء ضروري جدا في حياتنا وبالتالي هنا القرآن أخذك إلى ظل الضوء أو نتيجة الضوء النتيجة التي يحدثها الضوء عندما يتعرض لهذه الحواجز وهي الظلال وبالتالي يريد أن يقول لك إن هذا الضوء وهذه الشمس وهذا القمر وحتى هذه المصادر الضوئية الإلكترونية أو الكهربائية التي نستخدمها الآن أيضا مسخرة من قبل الخالق عز وجل لا تستطيع أن تخالف أمر الله تماما مثل المعادلات الكيميائية يعني عندما تضع مثلا الأكسوجين مع الكربون يحترقان أو يحترق الكربون ويعطي غاز ثاني أكسيد الكربون إلى آخرين مثل هذه المعادلات الكيميائية العناصر مجبرة على تطبيقها فهذا السجود لله من قبل هذه المواد لذلك يمكن أن نوسع فهمنا للآية عندما نستمع إليها ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها يعني انظر أيها الإنسان كل هذا الكون مسخر لك وهو ملتزم بأمر الله إلا أنت أنت ترفض وتستكبر أن تنفذ أمر الله فلذلك يحذرك هنا القرآن ويقول لك ينبغي على الأقل أن تتناغم مع لغة الكون وتلتزم بأمر الله وتعبد الله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها والظلالهم بالغدو والآصال الغدو يعني الغداء الصباح والآصال يعني مقابل غروب الشمس فهذه الآية تذكير لنا بأهمية السجود وأن لا نتأخر عن الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى أن تلتزم تماما بما أمرك الله به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق